مرحبا بكم عزيزي المشاهدين ويما كنت في الوطنية الثانية في هذا البث المباشر بطبيعة اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 بطبيعة التغطية مستمرة لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشرعية وقراءة أيضا في هذه النتائج وما سينتج عنها من التوافقات داخل مجلس نواب الشعب وأيضا من إمكانات لتشكيل الحكومة من خلال الاتلافات وإلا حكومة حكومة حزبية أو حكومة كفاءات وطنية بالطبيعة لكلنا نعرف أنه في نهاية الأسبوع للفارت النهضة اجتمع مجلس الشورى متاحها وطبيعي جدا أنه مجلس الشورى قرر قرارات كثيرة منها أنه رئيس الحكومة يجب أن يكون من داخل النهضة بناء على هذا القرار كانت هناك ردود فعلة مختلفة ومتبينة لعديد من الأحزاب حركة الشعب كان عندها ردها تحية تونس أيضا وغيرها من الأحزاب هذا بش نحكيه فيه بعد شوية في ززء ثاني من هذا البرنامج مع سيد علي بن عون عن حركة الشعب سيد عامر العريض عن حركة النهضة أيضا سيد خالد شوكات عن حركة نيدا تونس وسيد رياض الزغمي عن الطيار الديمقراطي في القناة الوطنية الأولى بش نحكيه إن شاء الله حول هذه النتائج وحولها ردود الفعل لبيانات المجلس الشورى لحركة النهضة أيضا لمجلس حركة الشعب لكن في البداية خلينا مع كفاءة وطنية شابة نفتخر بها ونعتز بها باتبيعة ريتها في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة في وسائل الأعلام التونسية الشباب التونسي اليوم سواء كان شباب تونس داخل الوطن أو خارجه كفاءة تونسية عنده رؤيته وعنده نظرته عنده تشخيصه للواقع التوسي وكيف يرى تونس الحاضر وتونس المستقبل سعادة جدا بوجوده بحدنا السيدة ألفا حامدي هي مختصة في إدارة المشاريع الكبرى أهلا وسهلا بيك سيدة ألفا مرحبا يا عيشك لباس لباس الحمد لله نحن نشكرك ونشكر للتلفزة الوطنية على الاستضافة هذه استضافة أشخاص كيفي اللي ما عندهمش أنت ما حزبي وهذه معناها دليل للتلفزة الوطنية هي الدار الكبيرة لتجمعنا الكل فنتمنى لكم التوفيق وشكرا مرحبا بيك مرحبا بيك إحنا يهمنا بطبيعة زادة أنه من خلالك أنت نستشف رأي وموقف الشباب التونسي مما يحدث من حاضر تونس كيفما قلت ومن مستقبلها تعاملت الانتخابات التشريعية وكانت النتيجة يعني إقبال مقبول الانتخابات الرئاسية كانت هناك هبة شعبية كبيرة برشا وكان هناك منها إقبال كبير من عند للشباب وتقريبا تأييد واسع لرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد بأكسل 72% طبيعي جدا أنه مرحلة هامة هذه في تاريخ تونس مش نحكيه عليها ونحكيه زادة حتى على تبعاتها وعلى ما تعيشه تونس من ملفات حارقة اقتصادية اجتماعية وسياسية لكن هات على الأقل نبدأ رأيك أنت من الرسائل اللي لازمنا نستشفها من نتائج هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية شنين رسائل اللي لازمنا نقرأها من هذه الانتخابات أنا نحب نركز على زوز رسائل أولا فيما يتعلق بالشباب اللي اليوم يتم الحديث عن الشباب وكأنه ظهر جديدة الشباب ماهوش ظهر جديدة الشباب هو اللي قام بالثورة في 2011 اليوم شعنا عنا في الشباب فما فئتين فما فئة اللي وقت الثورة كان عمرهم بين 18 و 25 سناء اللي هما قاموا بالثورة هذوما اليوم عمرهم في 30 الفئة هذي من الشباب شنو اللي شافت في 8 سنين اللي فاتت شافت في الفترة هذي نوع من يعني كان هو الواحد فقد الطموح النواي شو معناها؟ معناها الفئة متعة الشباب هذي هي في العمر هذي كمقتبل العمر غادي وين تتشكل الشخصية المادية والشخصية الاقتصادية الفرد غادي وين يقرأ غادي وين يتخرج غادي وين يخدم الخدمة متعة لولا غادي وين يبدأ يخمم يعمل عيلة غادي وين يبدأ يخمم بشي شري كربة بشي عمل دار هذا خلط اليوم في 30 ما يشوفش في أمال قدامه هذي الفئة لولا الفئة الثانية اللي هي وقت الثورة في 2011 كانت عمرها ما بين 10 و 14 و 15 سنة السنة دخلوا يصوتوا دخلوا كفئة شباب دخلوا تصوت اليوم اللي هما في العشرين هذو ما شنو ما؟ هذو ما الثمانية سنين يفاتت شنو اللي شافوا؟ هما فترة المراقم بتاعهم شافوا نوع من الخطاب السياسي الموجود القايم على معناها سب شتائم حوارات متعلقة بالهوية بإشكالية أخرى وشافوا زادة معناها يعني يعني إطار سياسي غير مستقر اغتيالات وغيره فالشباب هذي عنده نوع من التخوف هذو ما الفئتين الفئتين هذو ما كيهبتوا يصوتوا اليوم هما واقع وهي وراه في يعني في الانتخابات في العالم الكل ديما الشباب كيهبت يصوت في قوة يقلب الموازين دونك اليوم عنا أكثر من 50 بالمئة 50.3 بالمئة من الناس اللي صوتت عمرها أقل من 45 سنة دونك هذا طبيعي دونك هذي رسالة الأولى اللي بالنسبة لي اليوم ثمانية سنين اللي فاتت لتعديناها تسعة سنين اللي فاتت لتعديناها كانت بمثابة يعني كالترابي لشعب التونسي أسس يعني الأسس الديمقراطية عندنا إطار ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية هذه وبالانتخابات التشريعية نورمال مان إن شاء الله القيادة السياسية تكون هدفها تتركز هالآليات الديمقراطية وحكينا على جميع المواضيع الأخرى المواضيع كما الهوية اللي حسن فيها الدستور حاطناها أكوتي اليوم المساج اللي بعث به الشباب في الفترة هذه راهي فترة اقتصادية بالأساس راهي فترة تمس الشخصية الاقتصادية متاع الشاب والشخص التونسي اللي هو زادة راوك نشوفه الجيل اللي أكبر منا أوليائنا وغيرهما بيدهم معناه متحيرين علينا ومشغوبين علينا دونك هذي الرسالة الأولى المتعلقة بالشباب الرسالة الثانية اللي هي يمكن هو تم الحديث برشا على الانتخابات الرئيسية وبالمناسبة هذه معناه نهني رئيس الجمهورية اللي تم انتخابه ونذكر زادة اللي فم قرابة المليون تونسي زادة انتخبوا يعني كونديدا واحدة أخر دونك هذوكم زادة اليوم نجيوزوا النتائج وندخلوا في إطار معناها يجمعنا التونسة الكل أما نحب الركز أكثر عن الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية اللي ماخدتش حظها في الحديث معناها على الكيمة الانتخابات الرئيسية وهذا طبيعي أما حان الوقت أنه نفهم اليوم الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية أفرزت مجلس نواب المجلس نواب بداية فيه حزب تونسي تونسي أعطوه ثقتهم كي جاء هو الحزب الأول أعطوه ثقتهم باش يكون يكون الحكومة ويكون المشروع الاقتصادي الأقدر للمرحلة هذه ونحب نأكد لأني صارت ديبان ونت في الانتروديكسين وانت Smart حكيت على يعني رئاسة حكومة مستقلة ولا متحزبة أنا نقول لك اليوم لذيكات مش مهمين كمين نجمي جير أن Schnaris رئيس حكومة متحزبة وينجح شنو المهم اليوم اللي هو هذية واضح في الدستور رئاسة الحكومة والحكومة الجاية لازم تكون حاملة المشروع اقتصادي وطني وطني ينخرط فيه الجميع ونقول sketch لأنني من تجربتي حسب ما شفت أولا كشابة تونسية اللي هجرت الخارج ومعناها وحاولت أني نرجع وما نجمتش نرجع لأسباب اقتصادية بحثة ما عنديش علاقة بالسياسة ما نجمتش نستقار في تونس واليوم معنا برشة شباب كيف كيف لأسباب اقتصادية بحثة قاعد يخرج من البلاد دونك الحكومة الجاية والثقة اللي اعطاها الشعب التونسي للحزب الأول بشأنه يقود هالميسيون هذية هو تشكيل وأولا تعيين ولا تقديم رئيس حكومة حامل لمشروع اقتصادي وتشكيل حكومة عليه برنامج اقتصادي وعليه مش برنامج على أهداف اقتصادي طيب شكونني يقولك أنه الشباب صوت لحكومة ولرئيس يجب أن يكون حامل لمشروع اقتصادي كبير علش سبقت الاقتصادي على الاجتماعي على السياسي لأنه فيما ملفات مختلفة هي شنو شعار الثورة هو شغل حرية كرامة وطني الشغل شنو هو شغل هو أنك عندك استقلال مادي وأنك تكون عندك يعني شخصيتك المادية تكون مستقلة اليوم معنا الشباب تونسي رو عندها مصروفة ويمشي كمام يرمي روحة في البحر بشي يمشي لوروبة علش علش لأنه طموح لأنه يحب يحقق ذاتها ماديا المادة تحقيق الذات ماديا ما يصير كان من خلال الاقتصاد وهذا يعني وعليش نقولك اليوم بش نجم ونحقه داي لازمنا مشروع اقتصادي وطني علش وطني لأنه المشروع هذا يعني هو كي تبدأ البلدان في حالة ازدهار كل الأحزاب والمعارضة والمنظمات الوطنية كل واحد يلعب دورة الكلاسيكي لأنه في حالة ازدهار فما نمو فما ثروة قاعدة تتخلق مش نتنافسه على كيفية توزيع الثروة اليوم ما فماش ثروة قاعدة تتخلق بتونس مش موجودة لذلك الفترة الخمسة سنين الجاية لازمنا يصير تكافل القوى الكل من أجل هدف أساسي هدف اقتصادي اللي هو يترجم بنسبة نمو نتفق عليها لكل مجموعة مطنية نقوله في ثلاثة سنين الجاية وفي الخمسة سنين الجاية نحب نسبة نمو عشرة بالمئة مثال فيه بعد بخمسة سنين ونبعد نحب مواطن شغل شهريا تتخلق معناها ونتبعوها كهدف وطني وبربي تعريجا على مواطن شغل التي يتم خلقها رأو مهم برشا أنه في الثلاثة سنين وفي الخمسة سنين الجاية أن متابعة خلق مواطن شغل يكون يستثني مواطن شغل في القطاع العمومي لأن هذه خدمات هي خدمات من أجل القطاع الخاص نحدو الأهداف هذه الهداف هذه تكون مبلورة في إطار مشروع اقتصادي وطني اللي نس كل تساهم فيه حتى المعارضة اليوم ما تنجم مش تلعب دورها الكلاسيكي راهو مش تعارض لزمها تلعب دور متاع الدفع وحل الأساسيات متاع المشروع الاقتصادي الوطني وانا نجم نحكي لك معنا نقول لك طي اللي قلت وانت نظريا فما بعض من الأحزاب والحكومات اللي حاولت الحكومة هذه طبعا حكومة يوسف الشيط كانت حتى الأوبجيكتيف يكون فما نسبة نموه خلال النهاية 2019 بداية 2020 تقريبا 4.9% موصلت لهاش فما يكون حط ما نهاية أوبجيكتيف أنه يخلق كذا موطن شغل موصل لهاش بالنسبة لكي تشنون المشكل وكيفاش ممكن أنه اللي نحددوه كأهداف نوصلوله على أرض الواقع الله يعطيك صحة في سؤال معناها هاو نقول لك لشنون المشكل أنا طلعت على البرامج الاقتصادية متاع الحزاب بمعناها بطريقة يعني تلقائية فردية طلعت على البرامج الاقتصادية متاع الحزاب وهي برامج معناها يعطيهم الصحة متميزة أغلبية الحزاب عندها تقريبا يعني الفكرة والمعناها والاطلاع على الأدوات متاع التغيير كما الرقمنا كما غيروا لكن معناها كانت تسمح لي بشنا يعني قراءة في هالبرامج هذي البرامج هذي عندها اندفو اون كومان شنو اللي هو اللي هي تنطلق من فكرة أننا احنا تونس عايشين وحدنا في العالم يعني البرامج هذي كانت تطبق وتونس في كوكب وحدنا تو تبدل لنا وقعنا هي ما تخذش بعين الاعتبار الموروث اللي ورثنا من الجمهورية الأولى ما تخذش بعين الاعتبار السياسات الاقتصادية اللي تم تتبعها في الثمانية سنين اللي فاتت وما تخذش بعين الاعتبار الخارطة الجيوس سياسية الديرابينة اقتصادية نحكي لكم اقتصادية ودير لاحظوا معناها حتى البلدين يعني الأوروبية وغيره والاتحاد الأوروبي هو التشكل الاتحاد الأوروبي في حد ذاته أساسه كان اقتصادي شنو الفرق هذي نعطيك مثال برشا يحكوا يقولوا الرقمنة مش تحللنا برشا مشاكل الرقمنة في حد ذاته هي حاجة بيها أما عليش تعمل في الرقمنة نعطيك مثال بصيد كاينة معناها واحد نعطيك يعني من دبئة ساعات نحب نبسط رو الأفكار أي تفضل يعني أنا نسوك في كرهبة تماشيني ستين كيلومتر في ساعة نقولك بش نعمل الرقمنة نزيد ننقبلها البلوتوث والإزوبسيون نحط فيها إكران وكل شي رايبش تبقى تماشيني خمسين وستين كيلومتر في ساعة أنا جو بريفير نعمل كرهبة نصنع كرهبة موتور هاي ماشيني مية وعشين كيلومتر في ساعة بلشوبسيون أنت نهي تختار كرهبة ستين كيلومتر في ساعة بلشوبسيون بيانسور دونك اليوم الرقمنة في حديتها ورقمنة المظامين وغيره 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 راهي شنو الهدف منها ولهني ندعو في إطار المشروع الاقتصادي الوطني نعاود نأكز على كلمة وطني لازمنا نمسو لبومان دو للكونومي تونيزيان شمعناها لازمنا نمسو المحرك متاع الاقتصاد التونسي اللي هم اللي هم ثلاث حويش أولا ملف الفصفات الفصفات اللي هو مصدر العملة الصعبة أولا وثانيا اللي هو يعني الفصفات في حديتها مش عملية تشغيل وعملية تنمية جهوية وعملية لا هو هذيك دخل في اللديان متاع الاقتصاد التونسي تاريخيا وثانيا كنحل يعني أدي أول حاجة كنحله إحنا علش نقولك أولوية إنه المشروع الاقتصاد الوطني يكون من أولوية يحل ملف الفصفات اليوم اللي هو مش مشكل قفصة برك هو مشكل حتى الولايات اللي من الناحية نسيج الصناعي والكيميائي تمسوا به صفاقس قابس توزر الجريد وغيرة صحيح حاجة أخرى حناية كتوانسة وكحكومات توبش دي حكمة جديدة مثال كيما نجموش حنا كمجموعة وطنية نشدو ننقضو مؤسسة عمومية اللي هي شركة فصفات قفصة وننقضو قطاع اللي هو خرج مهنسين اللي حناية فم بلدان اليوم تصدر في الفصفات والناس فينا تنافس فينا قررناهم حناية نراهو كيفاش يستخرج الفصفات انتي أعطيني ثلاثة نقاط وبعد نرجع كيفاش ننقضو باي دكو نقطة لولا الفصفات نقطة الثانية التجارة اللي هي مرتبطة بالأساس بالأسعار وبالمقدر الشرائية بتاعت تونسي التجارة والتجارة هذية مشكلها بالأساس ونحب نحصر هنا مشكلها متعلقة بالفساد واضح النقطة الثالثة هو محاربة التصحر الصناعي والخدماتي اللي صار في تونس اليوم النسيج في ثمانية شهر لو لم تعالفين وتسعتاش راو الاستثمار في النسيج الصناعي نقص ثلاثين بالمئة في ثمانية شهر صحيح اليوم حتى تمشي هو التونسي البسيط كي يمشي للمغازة في السوبر مارشي تقريبا لبرودويل يشير فيه من كل ولو جهين من البرة لأنه نسيج الصناعي والنسيج الخدماتي بيده الانفورماتيك والآي تي وغيره هو نسيج قاعد يذبل قاعد يتسحر قاعد يموت هذا لازم يصير باش يصير يصير باعادة الاستثمار الرأس المال الوطني في تونس ومبعد الرأس المال الاجنبي في تونس هذوما ثلاثة ثلاثة أساسيات ولهنا أخويا شكر حب نأكد يريدت ثلاثة هذوما كي نقولك لازم يكون مشروع وطني بش يتحلو هذوما كل بذرة نضعها في أرضية مش خصبة مناخ أعمال ومناخ مش موجود العوامل ما يعبر عنه بعوامل النجاح رأوا ما ينجموش نحلوهم ثلاثة أساسيات شنوما العوامل النجاح اللي دائرين بيهم عوامل النجاح أول حاجة الأمن والأمن نذكره نحن نحكو على دور الشباب الأمن قايم على الشباب صحيح الشباب هو اللي واقف في الشوارع واللي يحمي في الحدود وغيره ديره نحب نحيي المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية اللي حصل لي شرف معناها باش ندرس فيها ولي قايمة بدور زادة كبيرة قايمة بدور كبيرة ولي وقتها معناها كي قريت في مدرسة الأركان شفت شفت عقول تونسية كفاءات تونسية اللي خلتني بالحق نقول عليش نوال نقصنا معناها باش نكونوا احنا معناها متطورين أكثر دونك العامل الأول الأمن العامل الثاني من عوامل نجاح الاستقرار الاجتماعي دونك لازمنا كننخرطوا الكل في مشروع اقتصادي وطني على خمسة سنين ثلاثة وبعد خمسة سنين لازم يكون فهمة استقرار الاجتماعي والهنات دور منتع المنظمات الوطنية والدور متع الجماعات المحلية والدور متع النسكل لضمان استقرار الاجتماعي بعد الأدمغة الأدمغة هذية اللي اليوم كما حكيت أنا سبق وفي فرصة أخرى حكيت على هجرة الأدمغة اليوم الأدمغة التونسية اللي في وسط تونس لهنا هي يعني لازم الواحد يزيد يعطيها ثقة في روحها والأدمغة اللي في الخارج التونس اللي في الخارج رأوا نحبوا تونس برشا ونحبوا نعاونوا تونس برشا معناها نشوفوا مشروع اقتصادي وطني على خمسة سنين العباد كل تنخرط فيه وحدهم وحدهم توجو والعامل الأخير والأساسي واللي نحب نربطه بالاقتصاد هو التعليم علش؟ لأنه شوف رتط اليد العاملة والعقل العاملة متاع الفين وثلاثين روح في المدارس اليوم قاعد يقرأ دونك النمو متاع تونس اقتصاديا في الفين وثلاثين روح مرتبط بمادي كفاءة تلم ذا اللي قاعدين يقرطوا في المدارس دونك هذي النظرة اللي شاملة لهذا كله طيب هو كلام جميل طبيعي جدا أنه كلام ممتاز ومعناها هو يؤدي إلى نتيجة ممتازة لكن كيف نجيو إلى الواقع؟ فما إكرهات كبيرة يعيشها القيادي الليدرشيب الإنسان اللي هو في موقع المسؤولية فما ملفات كبيرة عاجلة وفما ملفات كبيرة آجلة فما الخدمات الملفات الاجتماعية اللي مشكلة كبيرة الناس اليوم تقول لك خليني توقفتي خليني 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 ناكي خلا كرشي تتعب شوية وفما اللي تحكي عليه أنت اللي هو مناخ الأعمال واللي هو التشجيع على إعادة استثمار رأس المال للوطني ثم رأس المال للأجنبي على أرض الواقع لو أنت مثلا في موقع المسؤولية كيفاش يتم التعامل مع الملفات هذه أمويا يكورتير والعاجل والآجل كيفاش ممكن نقسه إلى مشروع اقتصادي كبير فعلا يتماشى زادة مع الواقع التونسي كيفاش نقسه إلى مشروع اقتصادي كبير وشيني الملفات كيفاش يتم ترح على أرض الواقع كيفاش سؤال والله هاي البرشة معناه علش لأنه اليوم في يعني في التحديد القيادة قيادة متع السلطة التنفيذية الحكومة وأدوات الدولة من إدارات وغيره تقريبا شو حنا ما أنا في مجال إعلامي كيفاش يعمل فيلم أول حاجة يعمل شنو ما يكتب السيناريو يحدد الأدوار ومبعد يشوف شنية الشخصيات اللي تتناسب مع الأدوار أي أو لا حنا نعملوا بالعكس اليوم حنا اليوم قاعد يصير بالعكس نخموا في الأشخاص وبعد نقولوا ديروا وبعد فهم أشخاص أن أنا أعتبرها الظلمة لأنه هي من الموقعة ذاكة ما تنجمش مش موتاها الدورة ذاكة الدور القيادي ذاكة مش مشتاعها مش متاعها كتحطها في إطار واحد أوخر نجم يبدع هذه مهمة برشرة أنا كي حكيت لقوتك مشروع اقتصادي وطني قلت لي أنت الملفات العاجلة كنحكوا حنايا كنحلوا مشكل الفصفات اللي اليوم لازم يكون أولوية في تونس مشكل الفصفات ذايبش يخلينا من ناحية العملة الصعبة من ناحية العملة الصعبة نتفرهدوا شوي وخلينا معاش نتبعوا سياسات اللي هي ضرت بنا كيما السياسات اللي معتمدة وعندك فكرة كبيرة ملف الفصفات مش سهل حاولوا مش يحلوه ومتعلش موجي سهل اي موجي سهل ما موجي سهل مع عمرة ما كان أولوية حل مهم ملف الفصفات في تونس لأنه ما فهماش أنكوري فوا الأولويات أنا رو ما قلتش مشكل كل مهم مرة ونجم ونطرحوا اليوم كان نحطوا مشاكل تونس دائرة ذية نعملوها احنا في المشاريع الكبرى أول ما نجو بش نعملوا مشروع كبير وساعات مشاريع كبرى مزانيتها تفوق تونس معناه يجي في منطقة من العالم بش نخرجوا مادة طبيعية من الأرض وبش نبيعوها فك السوق هذيك في آسيا مثال بش جي تقلب موازين انت فما دول تبيع في نفس في الغاز الطبيعي مثال فما شركات خاصة بش تدخل انت تزيحم العبادة ذيك كل أول حاجة نعملوها شنية نطرحوا بالضبط المشاكل الموجودة لكل ونبعد نعملوا أولويات لأولويات هذية حسبة انت شنو الهدف متاعك به كي قلت لك أنا ملف الفوسفات لازم يتحل اليوم هذيك يخلينا ما نعملوش كالدولة ما تصيرش سياسة أني أركض وراء العملة الصعبة من خلال سياحة مثال الي اليوم بما أنه تونس تحب في هدفها بش تدخل العملة صعبة دونك نلوج على أكبر عدد ممكن السياح أكبر عدد ممكن السياح خلتنا نعملو قرارات متسرعة خلتنا اليوم قطاع السياحة اللي هو قطاع في العالم الكل هو قطاع ناضج معادش إذية شي الدولة تدعم في السياحة ما يجيش هو قطاع ناضج يعني نعملو في قرارات متسرعة نتعاقدوا مع بيد من غير ما نثبتوا فيهم نتبعوا حتى استراتيجيتنا للسياحة معادش استراتيجية استثمار والاستراتيجية أعطيني بركة العملة الصعبة اللي نعرفه إحنا داير العملة الصعبة متع سياحة معناها فيها جزء كبير يبقى خارج تونس ما يدخلش دونك لهنا نرجع لك حكيت الأولوية الأولى متع السفوصفات الأولوية الثانية اللي حكيت عليها متع التجارة هذيكا مرتبطة بقفة التونسي اليوم رأى تجارة شنية هي تجارة تجارة واضحة حط إنت الليست متع البرودوية متعك اللي متع الاستهلاك مش كان الماكلة البرودوية التليفونات يعني الأثاث متع الدار الكراهب وغيره هذو ما تحطهم وتشوف انت سيكل دو في متعهم الكل غاد احنا عنا مشكل متع فساد يعني التجارة الموازية التجارة المنظمة وتجارة الموازية الزوز معناها فيهم مشكل هذو ما شنو لازمنا لهنا لازمنا الشفافية ولوانونا معنا موضوع فساد دي ما يجبد وصار معناها ردو بوليميك رأوا بطريقة منظور معناها أبجيكتيف مغيرك يعني الكلام الفساد هو نتيجة رأوا مش سبب رأوا نتيجة كي تبدأ عندك سكتور مش منظم والدولة ما تلعبش فيه في دورها وفيه القوانين يامنة يامنة سيستاماتيك ما مش تلقى ثغرات ثغرات هذيك اللعبة تستغلها دونك يكثر الفساد دونك الهناء الشفافية بالشفافية هذيك وبإعادة تفعيل دور الدورة في تحقف العسعار وقتها نرجع لل النتيجة متنجمة تصير في مئة من يوم في 18 من قرر الوقت يمر بسرعة سؤال مهم برش هل المشكلة بالنسبة لنا احنا تقوم في تونس في الفريق ولا في القياد يعني جربنا حكومة كفاءات وجبنا دي كمبيتانس من برة والحقيقة فيهم برشة اللي كلها السيستام وهو كمبيتانس من برة صحيح ولا في السيستام صحيح وجربنا زادة ونخدم بكفاءات وطنية صحيح تعمل مثال من الكورة اللي بشي جيوبك على سؤالك باي اليوم عندك فريق الفريق ذاية عمل انتداب متاع مدرب والمدرب جيب معالي طار الفني المدرب وعد قيل رار الفريق ذاية في اخر السيزون بش نوصله للفناء بمثال جينا اخر السيزون نلقر وحنا في تفادي للنزول هل ان المدربة ذاكت عود تجدد للعقد اي ولا بتصراح علي بتصراح علي بجددت العقد بنفس الشخص انا نقول تقولي انت القيادة مش مهمة لا القيادة اليوم مهمة والفريق مهم اما القيادة اهم نوضح القيادة نقولي فوها بازي على الاقدر للمرحلة ومتطلبات المرحلة هذي لانو كل مرحلة ومتطلباتها وبعد معناها يتم التشكيل نقولي فوها الادوار حسب البرامج معناها رأوا الممثلين في الفيلم يتعاملوا بعد ما يتم طرح الادوار مش قبل دونك نوضحوا الادوار وبعد نختارو لها احسن الاشخاص والله نحب نعرج على نقطة لانه مهمة لانه برش عباد ونشكرهم اللي يحطوا في الفيسبوك يقولوا لي خوذ منصب حبيت نعرج عليه ذي مهمة برشرة شوف ريت اليوم يبدأ عنا مشروع اقتصادي وطني في تونس والشباب احنا التوانس اللي خارج وداخل تونس نحسوا اللي يفهم الحق مشروع اللي كلنا نخرطوا فيه من القطاع الخاص من القطاع العام من الجمعيات من المنظمات الوطنية رأوا فما ناس أكفأ مني برش وفما ناس أقدر مني برش رأي بششوفها واحدة واحدة بشيصير كيما الشباب هب اليوم للصناديق بشيهب بالخدمة الوطن دونك أنا نطلب من القيادة السياسية اليوم أنصتوا لناخبيكم أسمعوا الناخبين والمرحلة هذي مرحلة اقتصادية بالأساس مش بالكلم مش ببرنامج موجود كالكو بار لازم يكون هو أساس النقاش اليوم بالله سؤال صريح ومو باش ظاهر عندك عندك رؤية واضحة وعندك تتصور أنه تورس لو تجتمع عليه نخرج مع هالمأزق وهالأزمة اللي احنا فيها هل لو تعطعت لك القيادة نساش خنق نفترض واحد يا سيدي لو أنت رئيسة حكومة قادر على تنفيذ مشروع اقتصادي في ظل الظروف اللي احنا عايشينها والأزمات اللي احنا عايشينها في ظل هالتجاذب السياسي بين المشهد السياسي معناها الحقيقة فيه تنفس كبير قادر تنفيذ وانت على أرض وانت تعرف تونس وهكي عايشة فيه تعرف حل المعضلة بتاع تونس بداية الحل يجي من الداخل ميجيش من الخارج وانا يا راني شون نحكي لك على المشاريع الكبرى وغيره ونخدم في الخارج أنا قاعد نقول لك الحل لأنه في ثمانية سنة فترة وجدتنا برشة فلوس من الخارج وما حلناش مشاكلنا الحل يجي من الداخل اليوم كرئيس حكومة وإلا كحكومة قادمة الحكومة اللي ما عنديش ظهر قوي تتكى عليه معناه مش قاعدة على كرسي بلاش ظهر عندها ظهر شنو ما تنجمش تخرج للخارج وما تنجمش تتناقش وما تنجمش تتفاوض مع الافهامي ومع الاتحاد الأوروبي ومع البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وغيره شنو ظهرها هي الحكومة الجاية ورئيس الحكومة الجاية شنو ظهرها ظهرها هو برلمان متماسك وقوي وناس الكل تعرف دورها في المشروع الاقتصاد الوطني هذا ظهرها هو المنظمات الوطنية منخرطة في مشروع اقتصادي على خمسة سنين وظهرها أنه الشعب والشباب والشارع واعي بالمشاكل الاقتصادية وبضرورة أن الكل اليوم نضحه شوي بش أننا نحلوا مشاكل الاقتصادية وقت اللي يبدأ ظهرها ذلك صحيح وسليد ولعبات الكل أوريونتي به ربيعينها معناها أما أي رئيس حكومة وأي حكومة بش تكون يعني الشماء قدامها أسهل من أنها وحدها معناها شكرا لك ألفا حامدي أعطيك سحب على حضورك وعلى قبولك الدعوة متاعنا بالطبيعة نذكركم نحن بالسيرة الذاتية الألفا حامدي معنا بالطبيعة التي كانت حاضرة في أكثر من مناسبة أعلميا نذكركم بسيرة ذاتية في انتظار وصول ذيوفنا بعد شوية سيد عامر لاريض عن حركة النهضة وسيد علي بن عون عن حركة الشعب نرجو بعد شوي هي خبيرة في إدارة المشاريع الكبرى في مجال الطاقة البترول والغاز والصحة والصناعة لديها منشورات أكاديمية ومهنية في مجال المشاريع وردارة تلك هي ألفا الحامدي الشابة التونسية التي تحصلت على إشادة دولية وامريكية لابتكارها طريقة جديدة لينجاز المشاريع الكبرى تقلص من الوقت والتكلفة لهذه المشاريع درست ألفا في معهد بورغيبا النموذجي ونجحت بتفوق في امتحان البكالوريا شعبات الرياضيات فتحصلت على منحة من الدولة التونسية للدراسة بالخارج درست بالمدرسة المركزية بليل ومعهد الدراسات التحضيري بباريس واشتغلت بمجال البناء في باريس بعد ذلك واصلت ألفا دراستها في جامعة أوستون بالتكساس في اختصاص إدارة المشاريع الكبرى وعملت كباحثة في المعهد الأمريكي للمشاريع الكبرى وتحصلت على شهادة التحكيم الدولي لنزاعات الاستثمارات بين الدول والخواص من جامعة الحقوق بالتكساس عملت ألفا كخبيرة في قيادة وإدارة المشاريع الكبرى في مجال الطاقة والبترول والغاز والصحة والصناعة وغيرها ودرست إدارة المشاريع في عديد المؤسسات الخاصة والأكاديمية والحكومية قدمت محاضرات في معهد الدفاع الوطني ومدرسة الأركان بتونس وحاضرت في موضوع العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع الأصلاحية حازت ألفا لشادة الدولية والأمريكية لابتكارها طريقة جديدة لإنجاز المشاريع الكبرى أثبت تقليص الوقت والتكلف لهذه المشاريع ولأنها لا تنكر فضل تونس وعائلتها ومؤسسة التعليم التونسي في فتح الأفاق لها فقد تطوعت ألفا لعمل ورشات لشباب والتلميذ والأولياء منذ 11-2000 في إطار ورشات ناجح في عدد من مناطق الجمهورية تؤمن ألفا الحامدي بأهمية أن يكون المصعد الاجتماعي قائما على التعليم والتكوين والعمل بالأساس